ضرغام كان حاملا معه بريق أمال الفقراء ودعوة لتلبية احتياجاتهم مسلحا بسلاح السلمية وحق الشهداء فكان الرد بتهشيم جمجمته وضربه بمناطق متعددة من جسمه ليدخل في غيبوبة أحلامه الوطنية تجاه حب العراق رد نسلم دعوة ما عدنا شيئنا سلمين الدكتور عسماعي اخوان احنا بالنسبين طبعا شاف الوضع مش النجم نطبينا بالفرع لقينا مجموعة مسلحين أكثر من عشر أفراد اللي لاحظناهم وبعدين اكتشفنا أنه البناية اللي بصف الفرع اللي هي مدرسة يعني صاعدين بها واسلاحه وهذه بعدين من صار الرمي اكتشفنا هذا الشيء المهم لقينا ناس مسلحين أسلحة يعني ورصاص حي وكذا إضافة للعصي والبواري وشن اللي يخطر ببالك اللي صار بعد ذلك مباشرة بدأ اطلاق رمي عشوائي اطلاقات عشوائية وبدأوا يرقضون بالبواري وبالتواثي ورانا خوش طبعا صارت عرف رقضة وكذا وهذه وراء شوية شفنا أنه الدكتور مدم من فوق الجو من تمين عليه أكثر من خمس أفراد بواري وتواثي وسيشاتشين كسرين بالجمجمة كسر بقاعدة الجمجمة وكسر من الأعلى نزيف بالدماغ إضافة لجروح كثيرة جدا على عموم جسمه أقرباء المعتدى عليه يوضحون أن حق ابنهم ضرغام لا ينتظروا أن يبرد وتحميل الجهات الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة بذلك أحمل قيادة شرطة بابل والقضاء المسؤولية الكاملة بإلقاء القبض بأسرة وعقة على الجنات ضربة الدكتور ضربة عينية أمر واضح وموجود واحتداء عملية فوق الكبرى دامت لأكثر من ساعتين لترميم عظام الجمجمة وإزالة الأضرار منها وإيقاف النزيف ليدخل بعدها غرفة الإنعاش لمدة 72 ساعة علّها تكون سببا في إبقائه على قيد الحياة وكان يعاني من أصابة في منطقة الرئيس تم أخذ الفحوصات التامة من قبل جراحي الأخصائي الجملة العصبية من مفرس وفحوصات سونار التضح بوجود كسر في عظم الجمجمة مع نزف في أخشية الدماغ تم قرار باتخاذ إجراء طارئ لإجراء عملية فوق الكبرى استغرقت أكثر من ساعتين تقريبا لأمهر الأخصائي الموجودين في مستشفى الحل التعليمي والحمد لله والشكر تكللت بالنجاح وإدخال المريض إلى العناية المركزة وحاليا يرقد في عناية مركزة مستشفى الحل التعليمي يوم أمس اتفاجئنا أنهم جايين على مكتب أحدى النائبات والناس الموجودين في المكتب حمايات أو غيرها يعني يتعرضوا بالاعتداء إلى المجموعة الموجودة وهذا الاعتداء كان اعتداء غاشم وأدى إلى إصابة بليغة وبعدها يجينا مباشرة إلى هذا المكان نفذنا هذا الاعتصام من ساعات الفجر الأولى ومستمرين لحد الآن اليوم هسا نتبلغنا أنه أكوان أوامر القاء قبض صدرت بحدوث ساعة ستة صباحا من القاضي الخفر وضباط التحقيق وحصلنا على نسخة من أوامر القاء القبض اللي عرفناه شخص واحد فقط اللي تم القاء القبض عليه وأكو مجموعة أخرى ننتظر إحنا ما ورانا شيء باقين هنا إلى أن تم القاء القبض حاملا بيده مطالب الفقراء والمحتاجين في بابل يجابه باعتداء سافر كاد أن يزهق روحه من المستشفى التعليمي في بابل قناة التغيير الفضائية جاسم الهميم اشتركوا في القناة